الحمد لله الكريم ذلمنا من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمرار يغضدا في السر والجر يكون مغضدا هو الذي هاجر للمدينة بأمر رقي فصانتنا وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير الورى الشفيع وعاله وصحفه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داعي وعنش فيك لا أيم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجل شرواك فجلت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقنفال السننين من بعد ما كان امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس وكبت للأملاع والإقراء أزهد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقل بذا شكر وذا توسره بالمصطفى الشفير عين الرسل وببنيه وبناته معاه ليشفعوا في سريع الأجمع يا بر يا غفور يا خليم إني غمر طائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيد إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأناني أمد هوا يقل لما ناني يا خالقي يا كامل الصفاتي لك اشتكيد كشرة الآفات وعندك الجلال والإقراء فنجني وأولني مراني منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك في نهج المصطفى سنته البيضاء يا من اصطفى يا غافل الظنوب يا غريب إني عبيد ها هنا غريب لهب ذاكر ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير العسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى المهيمة بحرمة المحبوب إبراهيما وليسف خير حلال طيب وخير جيرال بحق الطيب وصفني في بعض وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببكه رقية الصفية وقع ذايا أحربا وأجنبا ومسلما وكافرا بسينما وأمني بالخير والسلاما بهم بكل سوم إلى القيامة ولي جد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صلي على أبيهم والآله وصحبه ولسا جب سؤالي وكن أنيسي وحبه من الضرر ونجني من اغترار وقرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكلار ونجني والمسلمين من بلاء والدقي جسماني في قبل البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا حبيب جاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل إجابا بيننا وبينه كل أذن وتكف عننا الحين يا الله يا نصير يا جليل إني حقير معظم ذليل فلتغني بك وأبني الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح رسيلتي إليك في نيل الصلاة وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ظنوبي وتحب العملي وليهب خير منا وأمني يا موعد عم المكان والعرض إني ساكن هنا وبمرض فكن أليسي واشهي من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مثل يا من يؤمنون أنت مجيري هنا يا مؤمنون فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وتلال يا من على عن جوجة وعن ولد خذني وحج جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي ما استنيق بابه مثل اسمها بجاء غير من عبده وصليا عليه أفضل صلاة وعائه وصحبه ذوي السلاة وكل من خدمني أو زارا فنجيه واخفر له أو زارا وكل من أهبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أولاما فعب له التوبة واستسلاما وكل من أساء ظنه بياه فليقلب لقه يا رفيا ولكفني أزى جميع العالمين ولكفهم أدى يا رفيا أمين واجعل بناهي فيناء آفية يجرني إلى خيور صافية واجعل بناهي فيناء علمي وعمل بسنة وحلم واجعل بناهي فيناء الاغدا ولكف عني كيد كل سعتدا ولتكفني التهرأ ذا الشيطان وهذبه الباغين في الأوطان ولتكف عنه كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عنه يدي وعمداري سريعا حيث عنه ولتدخل المسلحة في يدي وفيه داري وصفتنه بالهاد الوفي وأعلمي وأعلم من يعينني ولتكفني جملة ما يهيدني ومسكني سلِّف من الفجار وامن على الأهل بماء الجار واجعله رب مننا معجلة جالب دل من مؤجلة يا حي يا قيوم كل يمجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرا لهذا البلد ورزقه والدن فيه عنك دين وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمسة بنيا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتنه وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والتكاري والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشرما في الأرض ترى وصماه من ظاهر وبادل اكتتماه أيالك يا جريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاة وخلاه ووفقنا لصواب وصلاح والدورنا بفعل ما أحببتا وتكفنا عن فعل ما أبغبتا ولا تكون مبتليا منا أحد دهر بما ليس يتيق يا صند وهبنا من قيسير والفراحة في قلدي التارين والنجاحة بجاهز اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلاد ربد ولا اشتباه عليه صلي أبدا خير صلاة بها نرافق القيار والثقاء وهب لنا أفضل الذي آتانا وترك ما عفعني نهانا حتى يكون كلنا في الخركاء مقتديا بسنة والسكناء ونجينا بجاه من نعوة وتكفي عنا كذبا ولهوا وتكفينا الهوى وما لا يعني وبكذبت أهلنا يا مغني يالله مغفرتك المؤمنة أوصع من ظنوب عاص مهللة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسفه فاوفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تواقذنا بسور الأدب وبالتجرء وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نجو سواك كلنا تفضلا ولا تواقذنا بكثرة الفضول بظاهر وباطن وبالغفول وكن معيثنا من الوباء وكن لنازل من السماء وكن لما يطور في الأرض وما بينهما يطور يا رب السماء واجهر قلوبنا مع الجوارد للبر والتقوى بجاء الناس وصل ينسكى صلاة دابعة عنا وباء من جراد مانعا عليه والآل بأفضل صلام وصحفه ومسكني أخذ يا صلام وزك نفسي وزرني علما يكشف في التارين عني همى وطهر قلبي وزرني حياة وأحيني في طاعة يا ربيا واجعل يميني كسحابك في صحاب ميمونة في شتة وفي رفا يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق ليسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقربي والآل والصف وشهر رجبي جد لي بالتقديم والتصديقي بحرمة المقدم السفيقي ولي جد الحق والتوفيقي بحرمة الموفق الفاروقي ولي السعادة التاريني بحق عثمان أخي النوريني ثم بحرمة إمام العلي مبني في الدارين سيطا يعتني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب نقب النظمنا بحرمة الحسن والحسين معه حرمة كل من إلى الصحف الجمعه وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع السوجات وحرمة الرسل والانبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر القرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المحدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاري كل ذي هدى من صالحه أو مرشد أو عابد أو ناصحه وجاري كل من إليك ينسبه هب لي ما منك جميعا أطلقه وتكفني جملة ما أعوذه منه سريعا لك يا معيث فلتجمعا بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يوقيا بديا فلتغلقا بيني وبينه سريع أنا الذي أظلمت وجهي هنا إليك عازما على أن وصنا أنا الذي لست أميل أبدا بلا سواكها هنا ثم مدا نملا وأن ترفي الوكيل وأنت حسبيا فلا أميل يا بر أنت ربي الوحاق وفي فتوحاتك لا أتاب يا بر أنت ربي الحسيق وأنت حسبيا فلا أخيق يا عبل أنت ربي المدافع وأنت حسبيا فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبيا فلا أناسع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبيا فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبيا فلا أحاسد مولاي أنت ذو الحدايا النافع وأنت حسبيا فلا أقاطع أنت الذي تريمه في بهذاك وأنت حسبيا فلا أبغي سواك فهم حمايا ليك الحسن الحصير عن كل ذي نام وظفر كل أخير ودفني يا ذا البقاء والخدم أذا الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب الآخلات وشر ما يطير ذا جناح وشر من ينلس بالكلام وشر ذي تجع وذي قيام وشر من ينفذ بالعقود وشر ساهل وذي جهود بتعفق يا إلهي الأسدا وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافزا وسائقا وعائنا وساحلا وطائقا وليس والجن معا عني وعن جميع من قد أصلموا فيما علم بألف ألف الأفض لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد وتكفني شرف من وعيني وكل من قصدني بالحيل ونجني من ظلم كل ظالمي وشر كل جاهل وعالمي وكل صامت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرثل وكل فاضل وكل قاهر وكل صائر وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شامل وكل جبار وكل جانل ونجني يا من تعالى يا مدي من شر هن مع شيطان مريل وشر ذي القرب وشر المائل والحر والقرن وشر المائل وصودني وأيبني أبد وطهر العلم وصحف الجسد وهب لي القيامة في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وحلي النيا من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكي لبي وافتح الرب لي فتعن مبينا لا إذا لمستياء ولي أفع ذاقة ونورا وفي السرات يصر المرورا وهمي الثقرة بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالك بليلي وهزبني وكن خليدي وعلمني ملة لك علمان حتى أصير رازح الخضمان وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في التاري لكن معها وفيه مالي لا تزل ملاذا ولي في التاري لكن معها وفيه مالي لا تزل ملاذا وصف يمي خالما وقلبا ولي أفترقية وهبا وكن ولي في الحياة ولدا مولي وفي القبر وفي الحشر قدا ولا تزل يا حبيب حاليا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقايدا إلى الهدى مكرما وهاديا ومعصرا ومطرفا بكل ما يدفعني وفي الكفا وبسلكا مسالك الخلاصي وتكفني عن جملة المعاصي وبسلكا رب طريق الأوليا أمن الجبائي المغنسين للصياة وأولني سعادة لست أراه شقاوة من ضعبها أو ضررها ولتثبت الحب كفيف آدي وحب خير الخلق في تماغي وحب آلي وسعدي جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العقا يا أجبي توزني في المصطفى المنتقبي ثم علي صليا خير الصلاة تقولني إلى ملاقات الهدى وتغرني بحب كل مسلمي ونجني من شر كل مجرمي وأغرني بطاعة والتكفني عن المعاصي وجميع الفتنين وتغرد الأغيال من فهادي وتلغل الأنوار في بهادي وكن معيني على ما يصلحه وتكفني جملة ما يخفحه وترني دخائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأولي اليقين والعرفان والزوق والغفان والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلح الأمة خير مرسله وفر جمعهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافق لهم ونجيهم وتغبهم واخفر لهم واجعل لي يا ربي من أعزم العباد عندك حظا ونصيفا في تمام واجعل جميع حركاتي لكا وسكناتي طاعة بفضلكا واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راحة لي من نصبه ومن جوا ومن غراب ووصبه وعمل جعل كله مقبولا حتى أكون مقبدا مقبولا ومسكن جعل مسكنا مباركا وسيرني ساردا وناسكا علوك أن تجعله دار الثقاء والعلم والدين ودار الاتقاء علوك أن تجعله دار الثقاء والعلم والدين ودار الاتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عبادك مريد ومربعا لكل هادي المسلمين ومربعا لكل عاج المدريد وعجداً لمن بدعو في ارتداء وعجداً على مخالف الغداء ومضرباً لطاعة الرهين ومهرباً من طاعة الرجيم ومسلقاً لسبل اكتباع ومضرباً لسبل بدداء ومسكناً لجلب كل خير ومسكناً لدفع كل خير وسبباً لفضل غير الخير وسبباً لدفع غير العين ودور على برزق وأمان ورحمة وسعى كل أبان يا دامع الأسعى والأقدار في المصطفى البعض لسوء الدار وقفر لمن فنوكنا الرفير وقفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من أعانوا ملا بناءها الذي بفضلك اعتلا وقفر لكل من بآخذ سكنا وللذي لها لخير الغكنا ودد على الآتات الامتلال دوراً ورحمةً في الانتهاء ورزق هجاً أطلباً حلالي وقفر لن تنبى سجلك أول علي مع جملة أهلي يا صمن وضع السراء لقات لفلك على داري وما فيها جميع المسكرات والبلغ للجميع في مكنوني حيبك وحجبنا عن الفتوني وعن شرار القرق والرزايا والجل والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنوري والزهد والورع في الدهوني ومسكني على المسكنة الغفاني والرشد والعزبان والرضواني ودار إغلاس وصدق وورا ودار سنة ومنجن من ددار ودار دفع المسكنة التعلمي وموضع الفكرة والتفهمي ومسكنة الإرشاد والتعليمي ومسكنة التصوير والتفهيل واجعلوا مسكنة خروج من ظلم بالنور وفعنه كل من ظلم واجعلوا دابا مسكنة اتباعي لسنة الله مسكنة ابدداعي واجعلوا يا رفي أحب مسكني في أعطنالك وللمع السمي ودعم داري عن الفجوري والفسق والباطل في الدهوري وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطي شفها وأكلها واجعل هريمنا هريمنا آمنا وكن بعرفي كثيرا ضامنا واجعلنا الخير من الجهاد حسستي واجعلوا مسكنة اتباعي حسستي وكبها عن الآباني حضني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعود يا الله يا أخيز يا ذا الأمري يا بائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد ولا كذا بياي ما أبايا وفي إما عن اسر في الرزايا واسر عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإقوال من أحاربه في الطين أو في الدين والأجالبين وليكن حزنا ودربا يا صمد تولني ولا تكني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما نصر مدا على محمد وسيلة لك وليهم حزن الختاب عندك وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهمي الإجابة وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهمي الإجابة وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهمي الإجابة